شكرا جزيلا ومشاهدين دائما من خلال هذا الصباح نحاول أن نفتح الأبواب على الأوعية الثقافية المختلفة ويقيننا أن المساحة الثقافية هي أيضا التي تمثل قضايا الشعوب وقضايا المجتمع وهذه نافذة على الفن التشكيلي في النيل الأبيض من هذه الزاوية بدأنا رحلة التأمل في هذه القطع الإبداعية المتناثرة التي أنستنا سنوات البيات الثقافية التي ما فتأت تشكو منها ولاية النيل الأبيض وساقتنا عنوة لأجواء جديدة لا تملك معها سوى التأمل والتأمل فحسب هذه المبادرة الثلاثية التي احتضرتها هذه القاعة بناد الضباط بكوستي تطرقت للتنوع والتعدد الذي تسخر به ولاية النيل الأبيض في اللهجات والسحنات في محاولة لإبراز مظاهر الوحدة التي تتمتع بها هذه الولاية المعرض حظي بإقبال مقدر من جمهور المدينة المتعطش لمثل هذه المواسم الإبداعية خالدة وابتهال وصديقة بالرقم من جهودهن المبذولة لترقية الذوق من خلال لغة اللون إلا أن إجمعهن على أن هناك الكثير الذي لم يقال بعد هو ما استوقفنا حقيقة المعرض الثلاثي الذي قام بالجهد الذاتي لفتيات ثلاث قطعن عهدا على أنفسهن بإيصال المنوط بهن من رسالة سامية لكل أهل الولاية التي تعد نموزجا في التنوع الثقافي نظر المهتمون لهذا الجود على أنه خطوة في الطريق لإيقاد بقية الشموع مصطفى عبيض الله الشروق ولا يدني للأبيض كوستي اشتركوا في القناة